بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طالبات وطالبات السنوية العامة هنكمل معكم نموذج امتحان الوزارة ازاي نجواب على اسئلة الامتحان اه هنتكلم النهار دلوقتي عن سؤال بيجيني ست جمل اه ست جمل على ست درجات بيقول ايه فاين مستيك ان سيكس يعني هو مطلوب مني ست جمل بس اللي هعمل لهم كوريكت اه نمبر وان اي كودينت بريتيند the conference because i was busy اي كودينت بريتيند the conference because i was busy طبعا الخطأ هنا ممكن يكون كلمات متشابهات يعني في في الماء نطق الكلمة يعني كلمة هنا في كلمة شبيهة لها اسمها attend بدل بريتيند بريتيند دي معناها تظاهر لكن الاجابة الصحة المفروض تبقى ايه i couldn't attend بمعنى يحضر ما قدرتش احضر the conference because i was busy. اه نمبر اه جملة اللي بعدها هيدروالكتريك انرجي is probably the better form of renewable energy. هيدروالكتريك انرجي is probably the better form of renewable energy. طبعا هنا مفيش حاجة اسمها the better. هنا بتكلم عن القاعدة. هنا الخطأ في القاعدة مش في الكلمات. the better المفروض تبقى ايه? the best. يبقى هيدروالكتريك energy is probably the best form of renewable energy. يبقى هعيد صيغة الجملة كتبها تحتها هنا. بس بدل كلمة the better بدل كلمة better هتبقى ايه? هتبقى best. نشوفوا الجملة اللي بعد كده بيقول he wants to improve that he is a good teacher. he wants to improve that he is a good teacher. طبعا هنا برضو الخطأ في كلمة improve. في كلمة شبيهها الكلمة improve. اللي هي ايه? prove. هنشيل الاي ام. تبقى prove معناه يبرهن او يثبت. يبقى he wants to prove that he is a good teacher. يبقى هنشيل كلمة improve هنحط بدلها كلمة ايه? prove. هنشيل منها يعني ايه? الاي ام. واكتب الجملة تحتيها بخط جميل. هكتب الجملة زي ما هي كده. بس كلمة improve هتبقى prove هنشيل منها الاي ام. هنشوف الجملة اللي بعد كده. آآ بيقول هي used to participate in regularly sports training. هي used to participate in. فيش مشكلة في الكلام ده. هي used to participate in regularly sports training. طبعا sports training دي اعتبر موصوف يبقى انا عايز صفة عابليها. ما ينفعش اقول regularly. هقول بدا regularly هقول regular. هنشيل منها ال y regular بمعنى منتظم. طيب الجملة اللي بعد كده. he looked very tired. as he worked hard all day. طيب الجملة اللي عند دي انا عندي الجملة الاولى. he looked very tired. دي اعتبر ايه? يعتبر ده التأثير. اثر. اثر كان موجود في الموضع عشان. he looked. as بمعنى هنا because. he worked hard all day. كلمة all day بتديني ايه? اني شغلي عن مدة طويلة. بقى له فترة طويلة شغل. في الحلل زي كده. بستخدم زمن ايه? زمن الماضي. التام المستمر. هيبقى. he looked very tired as he. بدل worked as he had been working. hard all day. هكتبوا الجملة برضو بخط جميل تحتيها. he looked very tired as he. بدل worked هتبقى. had been working. had been working hard all day. واكمل الجملة. وكده خلصنا الجملة. نشوف الجملة اللي بعديها. a wealthy man wanted to wanted to reward the people who helped him. يعني الراجل السري كان عايز يكافئ الناس اللي هم ساعدوه. يعني انا عايز كلمة يكافئ هنا. reward فيها خطأ. المفروض reward هتبقى بالاي بدل او. لان ريوورد بال او دي كلمة تانية خالص. لكن هنا بدل او هتبقى ايه? يبقى هكتبوا الجملة. a wealthy man wanted to reward ايه بدل او. the people who helped him. الجملة الاخيرة. could you tell me? could غير مباشر. يبقى الجملة هتبقى. could you tell me? how old you are? بدل are you? could you tell me? how old you are? بدل are you? وبكده نكون خلصنا سؤال find the mistake. اه لو انت شايف ان انك استفدت حاجة ياريت لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل اه الجرس فعل زر الجرس ساعة الجرس عشان تجي لك كل الفيديوهات اللي قبل كده واللي بعد كده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.